تتصاعد وطيرة المعارك على الحدود اليمنية السعودية مع سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على ثلاثة مواقع عسكرية سعودية جوار موقع الشبكة في منطقة الشرفة المطلة على مدينة نجران وزارة الداخلية السعودية أعلنت مقتل عدد من جنودها في جيزان خلال المعارك بقطاع الحرث فيما تحدثت مصادر عسكرية يمنية عن إحراق آليات عسكرية تابعة للجيش السعودي خلال عملية السيطرة على المواقع الحدودية المعارك تزامنت مع غارات سعودية مكثفة استهدفت المناطق الحدودية في محافظتي صعدة وحجة غارات التحالف السعودي شملت أيضا عددا من المناطق في مختلف أنحاء اليمن موقعة شهداء وجرحة أبرز الغارات استهدفت مديرية ساقين شمال البلاد ومنطقة كريف القدس وسط مديرية المسراخ ومنطقة السحول شمال محافظة إب إضافة إلى محافظتي حجة ومأرب أما في تعز فاستطاع الجيش ومعه اللجان الشعبية صد محاولة تقدم جديدة في ذباب وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس هادي المسنودة بمسلحي الإصلاح من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى في منطقة نجد قسيم على الخط الرابط بين مدينة تعز ومحافظة لحج من الناحية الجنوبية